المسيح في إنجيل يحنة بعد كده الموضوع ده أثار ضجة من رؤساء اليهود وابتدوا يعادوا وابتدوا يكيلوا له ويصمموا بخطة شريرة أنهم يتخلصوا منه ورب بعد كده ابتدى يفتح معهم حديث أكتر عن من هو عن لهوته عن قدراته عن أنه هو الله الذي ظهر في الجسد عن أنه هو جيه عشان يعطي حياه للأموات روحيا هو جيه عشان أيضا يحقق ملكوت الله على الأرض وعلى قلوب المؤمنين وقال عبارة مهمة جدا هنشوفها في الحلقة دي أو الحلقات اللي جاية هنسترسل فيها كمان أنه كل اللي بيؤمن بي يجد حياة أبدية له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة أحباب نتأمل وبندرس مع بعض في إنجيل يوحنى اللي وصلنا فيه الأصحاح خمسة زي ما قلت بعد حدثة شفاء المسلول عند بركة حزدة اللي هزت البلد واثارت غضب الفرسيين لأن المسيح قام بالمعجزة دي يوم سبت يا دي المصيبة كبيرة بقى وأكيد أصد الرب كده على فكرة مش صدفة كل شيء بعلمه السابق ومشهورته المحتومة أصد له أصد أنه يعملها عشان يبين لهم سلطانه على كل الخليقة وأنه هو كمان رب السبت أنه جعل السبت لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت استخدم الرب المعجزة دي لإظهار قدراته ولهوته وعظمته وإمكانياته وهكذا بدأ الحديث حديث مطول معهم عن ماهيته عن لهوته عن اتحاده وعن معادلته بالآب وبسبب اتحاده بالآب عاش في تكريس وارتباط كامل بالآب خطوة بخطوة كان كل خطوة يخطيها كانت بإعاز وفي اتحاد وارتباط كامل وتام مع الآب وهكذا إحنا كمان يجب علينا أن إحنا نحيا كما يريدنا الآب أن نحيا في ارتباط تام معه خطوة بخطوة معه يريد دايما كل واحد مننا يسأل نفسه السؤال ده ماذا كان يسوع يفعل مكاني؟ ده يعني سؤال حلو بيساعدنا أن احنا ناخد خطوات حكيمة وماذا يريدني أن أفعل الآن؟ الأصحاح ده بنشوف الرب بيعلن عدة حقائق عن لهوته أولها أنه كما أن الآب له حياة في ذاته الإبن أيضا له حياة في ذاته اللي هو المسيح فعدد 26 وبالتالي فهو له المقدرة أن يحيي ويميت من يشاء مطلق السلطان على حياة البشر حسب 21 وده تصريح في غاية الخطورة فدي صفة وخاصية حصرية لله يا حبائي الحاجة التانية المهمة هي معادلة المسيح للآب في الكرامة اسمع كده في الآية الثلاثة وعشرين لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمه للآب ما قدرش أقول أنا هكرم الله وعبده واخدمه لكن ما ليش دعه بالابن دي آية صريحة جدا من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله واضحة جدا إذن في إهمالك أو تجاهلك للابن أنت بتهمل وبتتجاهل وتهين الآب اللي هو الله نفسه حذاري خلي بالك يا صديقي أسرع إلى إكرامك للابن الآن بقبوله رب ومخلص شخصي لحياتك الحاجة الثالثة المهمة اللي عايز أنوه عنها عن لهوت المسيح هي أنه الديان في الجزئية دي أي من يجلس على كرسي القضاء والدينونة لاحظ الآية الثلاثين كما أسمع أدين ودينونتي عادلة خلي بالك عزيز المشاهد احنا هنا بنتكلم مش بس عن المسيح المحامي لكن أيضا المسيح القاضي فهو مش بس يقدم نفسه لك المخلص والفادي اللي بدافع عنك ويموت بدالك عشان يكفر عن كل ذنوبك وخطيائك اللي هتاخدك للجحيم لكن خلي بالك هو كمان في اليوم الأخير يوم القيامة يوم الدينونة والقضاء هو بنفسه هيكون جالس على العرش عن يمين الآب ليدين الأحياء والأموات ده كلام خطير اسمع ماذا يقول الوحي في أعمال 17 لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات نعم هذا هو المسيح الحاجة الرابعة والأخيرة اللي عايز أختم بها هي أنه معدلة المسيح للآب في الأعمال واضحة جدا هنا في آية 19 مهما عمل ذاك اللي هو الآب بيقول الرب يسوع هنا فهذا يعمله الإبن كذلك هنا بنشوف مش بس اللي الإبن بيتمثل أو بيتبع الآب لكنه في ارتباط والتحاد تام مع مشيئة الآب أي أن مشيئة الله الآب هي في تطابق تام ووحدنية مطلقة مع اللي بيعمله الإبن عظيمة هذه الحقائق يا حباي عن لهوت المسيح وعظمة مجدو وقدرة سلطانه لكل المجد والكرامة إلى الأبد آمين